اشتركوا في القناة عبد المعز تصل الكورة في رأس جمعة في رأس يعيدها لأحمد خزام أحمد في الناحية اليسرى لعبد المعز عبد المعز زاكاشا كورتا أقرب لدفاع هذا عبد المعز زاكاشا هذه لقطة الإعادة والتدخل من نصر دين بن دلة أمام التونسي عمار الفرجوي من زاوية أخرى الكورة هذه الختوني والكورة داخل منطقة الجزاوي بعد من الدفاع ساعد الأول في هذا اللقاء طه قسم أيضا من موليد مدينة سفها عمر عربي يتواجل بالكورة والعرضية وتعود من الدفاع تبقى الخطورة ومرة أخرى يبعدها الدفاع فريق الخمس سجل هدفين وهذه لقطة الإعادة في مرة أولى ومرة ثانية عمر عربي وإبعاد الكورة من عبد المعز عبد المنع ماكاشا وهذه كورة لعب الوسط الختوني في تنفيذ الكورة والعرضية والمقوسة وإبعاد من بسام الدلة وطارق الصيد في تنفيذ هذه الكورة طارق الصيد الكورة وإبعاد تلعب محمود مخلوف محمود محمود مخلوف محمود مخلوف تضيع الكورة الدلي لعبها عالية ومتابعة من عمار الفرجاوي ولكن الكورة أطول من عمار الفرجاوي بعد متابعة من نصر بندلة وهذه كورة محمود مخلوف الأخيرة اللي وجد نفسها وحيدا في الناحية اليسرى ويلعبها ولكن بعيدا عن مرمى حمزة البرجي وسننتظر الوقت ما تصبت الضايا عبد المعز والكورة العرضية والرسية والإبعاد من بسام الدلة يبعد الكورة والسعمال اليد أعتقد في الكورة الأخيرة هو الحكم متفطل للكورة يعترض عمار عريبي ويتحصل بطاقة صفراء شوف لقطة اللي عادة والصافرة تاتي والعرضية تاتي والحارس يتدخل في مرة أولى تبقى الخطورة داخل منطقة زلاء عمار عريبي تفتك الكورة من الأعموري وبسام وبسام وتسديدها وتمر ركلة مرمى وهذه لقطة الإعادة وتسديدت بسام الدلي عبيد عبد المالك يلعبها ومحمد مخلوف محمد مخلوف ينطلق من الناحية اليسرى محمد مخلوف ربما الفرصة الأخيرة في اللقاء محمد مخلوف والكورة أقرب للحارس حمزة البرجي والصافرة تاتي الآن من الحكم الجيلاني عثمان ينهي هذا اللقاء لقاء الخمس وضيفه المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين